دايماً إنه في لعبين أو أشبال أو نشيين يعني بيخشوا الاختبارات أو الفرق بالوسطى والمجابلات بس مش هكتب عليك في مجال نسبة من دول بس دول بيبقوا ليه ناس معينين فهم قصدي؟ يعني مثلاً عدو مجلس دارة يجي يكلمك لو في مجال أنك أنت تخدمه في لاعب بتخدمه أنا بكينك بصراحة إنما السواد الأعظم السواد الأعظم فنياً ما أنا مش هفتحها مش قوله اجتماعية ما معلش خبطوري يعني هل مثلاً يعني تخدمه في لاعب مش جيد مش مؤهل مش مؤهل في إيه به زمالك به إحنا عاملين زمالك به وعملين حاجة اسمها تجهيزي التجهيزي ده أعمار اللي هي النشئين وزمالك به الأكاديمية الأكاديمية دي زمالك براعن بدخله هنا بيلعب مسابقات بس هو بيبقى لعب جيد أصلاً ولا لا؟ باش لعب جيد لو جايد هاخده معاه في المدرسة السية طيب ما هو معلش خبطوري بش معاه واحد وحد إن الناس لما بتيتفرج علينا عشان كلهم بيبقى عزين ورادهم يلعبوا كورة يجي يقولك طيب ما انت كده جيت على حقي يحنا خدمنا عدو مجلس إدارة أنا متفاهم الواقع هو له مسابقة تانية يا كريم يعني أنا لها مدرسة السية لها مسابقة المسابقة التانية الموازية ليها أكاديميات مش نادي بيلعب دوري أكاديميات مع ناس أقل منه بقى الزمالك مثلاً بيكسب كل ما تشاهد وفي مجاملات وفي مجاملات كلها كلها أعضاء ولد أعضاء بس عندهم فكرة لكن لا يصلحوا أن هما يقيدوا في المدرسة الساسية اللي هي البرعم اللي عندنا فاهم البرعم لها دور خاص دور جيزة بتتعامل من مرحلتين مرحلة الأولى مرحلة للأسف الشديد ضعيفة جداً بتلاعب أكاديميات برضو بتلاقي مثلاً أندية نادي سموحة داخلك لاب السموحة والشعار سموحة وهو أكاديمية شاري اسم سموحة شاري اسم المقاولين فاهم؟ وبياخدوا مقابل طبعاً عشان يدخلوا أطفال دور بياخدوا 3000 جنيه 4000 جنيه في اللعيب بقاية 30-40 لعيب وإحنا كده مستنين يبقى عندنا أجيال حلوة بص أنا بحارب بقا عندي برنامج بحارب في القصة دي بقا لي فترة يا جماعة من فضلكم 18 نادي بتوع الدور ممتاز في البراعم اعمل معهم دوري يعني هاتي الزمالك مع الأهل مع المقاولين مع الدخلية مع فيوتشار نادي اللي موجوده في الدور الممتاز للممتاز اعمل دوري سوبر هو صحيحنا بنعمل سوبر فيه ما بعد بس أنا طبعاً ليه أصرف فلوس وملاعب وفي ناس ما بتعرفش أنا بكسب بال13 وال12 الـ 14-0 طبعاً بتخيل الوضع يبقى أنا كده أصد كمان حتى اللعيبة الكويسة اللي عني دي مش عارفة يعني ما بيش احتاجات أنا بيعمليه النهاردة بقا الماتش الودي بجيب بيرامدز الماتش الودي بجيب زد بجيب المقاولين الحقيقة معاني المقاولين بأستثماري كله دلوقتي على فكرة كمان المقاولين المفهود واحد من أخر لا اتقلب بأستثماري للأسف الشديد نجيب مثلاً فيوتشار أجيب البنك الأهلي الفرق التقيلة العيبة أودي والفرق لأي كلام العيبة في الدور الممتاز في الدوري بتاعنا الأساسي فاهم؟ بكسب بالعصر وال12 وفيه فرق ما بتجيش فيه فرق بتنسحب بعد شوت الأول والله العظيمة بهزة ده فيه مهازل يعني فيه فرق بتيجي معاش الكارنيه طب نعمل إيه؟ يقولك إيه؟ معاش الكارنيات ليه؟ لأنه خد فلوس من الولاد وما رحش يسدد المنطقة مثلاً الفلوس دي الفلوس بحق الكارنيهات الله بيدفع مثلاً 200-300 جنيه على الكارنيه 100 جنيه هيدفعهم مثلاً 4-6-7000 جنيه يوفرهم للأكاديمية فبيعمل إيه؟ بيجي وليعمل كارنيهات هو خسراء يعني حتى لما بالعب الماتش ببقى نعرف إينا كذبهنه كمان ما دي مهازل من المهازل بيقولك أنا النهار ده مثلاً لعيت جات لفرقة الفرقة دي ما عندهاش كارنيهات زبوا لي فاتلس ما عندهاش كارنيهات الحكام نسحبه ليه؟ قالك المنطقة قتلنا اللي ما يجي مش كارنيهات ما نلعبش الماتش بتاعه حلو قوي الحكام مشوا فعملنا تقسيمة بيننا وبين الفرقة اللي هي ما جابتش الكارنيهات تقسيمة وحكمها الراجل مدار بحواصل والله كالطريق الحواري النهار ده ما كانش رايح للسكة دي بس حالك دلوقتي بتقولي حاجة هي أهم من أي حوار تاني أول مصح يعني اللي والله ده الحقيقة الحاجة بتقوله دوت يعني هو نور على الكارسة اللي احنا عايشين فيها احنا دايما نتحدث من بعيد نقول لك مع كتاعات الناشئين في مصر وما فيش تطوير وما فيش مواهب بتطلع عشان كده عشان كده؟ طبعا ما هتطلع مواهب من إيه؟ أنا قلت الكلام ده وبقوله كل يوم وبقوله في برنامج مال عبد الناشئين عندي في خلالة الزمالك يا جماعة من فضلكم من فضلكم أبوس إيديكم بلاش المسابقة الهزينة دي مش هتفرز لعيب لمنتخب سيبك من الأندية مفيش على مستوى المنتخبات مش هتلاقي المنتخبات هتجيب من إيه؟ بالزبط بتجيب من دول طب إنت النهارده بتلاعب فرقة بتكسب من 12-13 تعمل إيه؟ أنا مفروب بقى أجيب كل الجهاز بـ 12-13 دول عشان دول جمدين جداً هو في حيات الأمر مش جمدين جداً على قد ما اللي بدونه مش ماملين و أنا مش قد رئيس أولاد اللي عندي بالزبط غير لما بلاعب مثلاً بيرامدز بلاعب بإمبي الفرقة اللي هي عندها قطاعات ناشئين مش في مجموعتي أو مش في الحيز بتاعي دول قاهرة وأنا جيزة الجيزة مفاش غير إستر كامباني والترسانة بس وزد عملوها مجموعة لوحدة وإحنا مجموعة مع بعض والترسانة مجموعة فاهمني؟ وإستر كامباني مجموعة عملو أربع مجميع إحنا حوالي عشرة مجميع ربنا طمنا كابتن طارق والله الدنيا سواد أنا مفروض